طول ما نمو السكان اللي موجود في مصر بالمعدلات دي صدقوني لن نستطيع ولا طيب إلا هو إحنا ما عندناش المعدلات دي كان ممكن نبقى معدلات عملنا أكتر من كده طبعاً مفيش كلام النهاردة نتخلي بالكم كل اتنين مليون بيزدادوا عايز تعمل لهم مدارس ومستشفيات وعايز تعمل لهم شغل فرص عمل وعايز وعايز طب مين يقدر على كده مين يقدر كدولة على كده وارجعت أنا أقول لكم أن دي لما حصل للقائمين على بناء الوعي في مصر عدم التوصيف التوصيف الحقيقي على أسباب مشاكلنا والناس اللي كانت عايشة في الأماكن دي ما بيتقال لها أن أنت البلد سايباك ورميينكم وعاديين هم عايشين للأغنية بس كانت البلد حتتهد كانت البلد حتتهد وأنا في لجنة كنا شكلناها من كام سنة ودكتور مصطفى كان متابع الموضوع ده كويس وقلت له حجم حجم الخسائر المباشرة اللي خسرتها مصر في 2011 كانوا يوصل لربعمية ربعمية مليار دولار يعني ستة تريليون جنيه لخسارة 2011 عندما لم تنتبه الدولة والقائمين عليها والقائمين على بناء الوعي فيها بدورهم الحقيقي كان البلد دي كادت أن تدمر كما تدمر الآخرين القائل هو عبدالفتاح السيسي الذي شغل منصب مدير المخابرات العسكرية في المجلس الأعلى لقوات المسلح الذي أدار البلاد أثناء فترة ثورة يناير رجل مفروض عنده المعلومات في هذه الفترة تقريبا كل أجهزة الدولة كانت منهرة وبالتالي لما يطلع مدير المخابرات العسكرية في تلك الفترة ويقول لك هذا الرقم بهذا الوضوح يبع لنا أن نتوقف أمامه ثم أنه الرئيس الذي حكم مصر منذ 2014 حتى الآن عنده التفاصيل كاملة اللي قاله الرئيس السيسي النهاردة رقم مهم الربعمية مليار دولار خسارة مصر خسارة مباشرة في 2011 أول حاجة أهمية الرقم أو أهمية مقيل أنه جاء على لسان شخص هو مدير مخابرات العسكرية ثم رئيس الدولة اتنين لأول مرة لأول مرة منذ اندلاع ثورة يناير حتى الآن ومرور عشر سنوات يخرج مسؤول مصري رفيع المستوى علشان يقول للرأي العام حجم الخسائر المباشرة التي وقعت أو التي تكبدتها الدولة في عام 2011 لأول مرة مسؤول مصري يطلع يصغها بشكل واضح الحاجة الثالثة أن الرئيس السيسي تحدث هنا لما تكلم على رقم من ربعمية مليار دولار قالك دي خسارة مباشرة إذن فيه خسارة أخرى غير مباشرة نبسط المسألة لما أنا بأبط مرتبي من الفندق اللي شغال فيه اللي هو الألف جنيف الشهر لو أنا فقدت وظيفتي يبقى أنا فقدت ألف جنيه دي اسمها خسارة مباشرة الخسارة غير المباشرة اللي هو التبس اللي أنا كنت باخده بمعنى الرقم ما أقدرش أقدره قد يأتي وقد لا يأتي الرئيس السيسي بيقولك أن الألف جنيه اللي أنت خسرتها من الفندق اللي أنت كنت بتشتغل فيه في 2011 ده الربعمية مليار دولار اللي خسرتهم مصر طبعا الفندق والألف جنيه ده مثال للتبسيط ربعمية مليار دولار لو أنت قسمتهم على 365 يوم يطلع أن مصر كانت تفقد يوميا قرابة مليار ومئة مليون دولار رقم ضخب جدا لو أنت بتتكلم في أسعار النهاردة أنت بتتكلم في 18 مليار جنيه خسارة يومية طيب ممكن تيجي تقول لي طب الربعمية مليار دولار الخسارة اليومية دي جت منين هنا النهاردة عايز أذهب إلى المحترم دكتور مصطفى مدبولي صد رئيس الجمهورية قال منذ عدة سنوات شكلنا لجنة كان فيها الدكتور مصطفى مدبولي واللجنة وصلت إن حجم الخسائر المباشرة اللي جرت على الدولة المصرية في 2011 400 مليار دولار أنا أطالب وأناشط للتوصيق ومن حق الأجيال المصرية ومن حق المصريين يعرفوا تفاصيل هذا الرقم أنا عايز دكتور مصطفى مدبولي بصفة كان أحد أعضاء هذا اللجنة يطلع يقول لنا إحنا خسرنا في الاستثمار المباشر كم مليار دولار خسرنا من عوائد السياحة كم مليار دولار تحولات مصريين عاملين في الخارج كم مليار دولار الصادرات كم مليار دولار عشان الرأي العام يبقى على علمي وعلى بيّنة لأنك في 2011 لما داعي جمالي خسارك يبقى لا قدر الله لو حصل أي اضطراب في الشارع لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله في أي سنوات قادمة فاصلة ده الخسارة تبقى فصيعة ده كنت بتتكلم في 85 مليون نهارده 205 مليون كان حجم الناتج القومي كام والنهارده حجم الناتج القومي كام 400 مليار دولار رقم ضخم طيب للتبسيط للسادة المشاهدين يقول لي طب إحنا خسرناهم في إيه يعني هي الدولة بتشتغل آه الدولة بتشتغل مش الدولة مثلا كان بتحقق ضرائب وإرادات على المنتج اللي بيتصنع في مصر دي إرادات ما جاتش مش الدولة كان فيها سياحة وكان قابلها بسنة كان دخلنا السياحة 10 مليار دولار ده ما جاش انت بتقول لي يا خير 10 مليار دولار ده الرئيس بتكلم في 400 لا ما انت عندك بقى سلسلة طويلة أنا مش قاعد على خزائم مصر لا قاعد على خزائم مصر ويعرف التفاصيل هو الساد رئيس الجمهورية والساد رئيس الوزراء عشان كده أنا بتلهف على بيان شارح يطلع من مجلس الوزراء يقول للناس شفتوا يا مصريين في 2011 احنا خسرنا 400 مليار دولار قادة تفاصيل قد تكون خلي بالك هنا رئيس سيسي بيقول هذا الرقم تحت عنوان الوعي وانا بناشد رئيس الوزراء ليه عشان الوعي انا مش عايزه مجرد رقم قصم قاله رئيس الجمهورية النهاردة وخلص وطلع اعلامي زي قال خسائر مصري كذا 400 مليار دولار في 2011 وبكرة الجرية تطلع بالبلشتات لا انا عايز مستند موسق طلع من مجلس الوزراء نوعي بين ناس لما بتحدث اضطرابات واتوقف الانتاج واتتوقف عجلة الحياة كل يوم عدات بيعد كل يوم خسارة كبيرة يعني كل يوم خسارة كبيرة العالم النهاردة بيحسب توقفه في اي حاجة بالارقام الراجل بتاع الفيسبوك بارك زوكربيرج لما الفيسبوك وقف ست ساعات قالك انا خسرت 7 مليار دولار قلت لا اوه الراجل دا قنزل في ايه طلع الاعلانات اللي بيحطها على الفيسبوك الاعلانات في ست ساعات انت بتعمل اعلانات ب7 مليار دولار اه طب يبقى دي ارقام احنا لازم نعرف يبقى احنا لما كلنا نزلنا الشارع وان كانت نزولة في هذا التوقيت كان مطلوبا وحقا زي ما قاله الرئيس السيسي قبل كده لان الشعب كانت خنق سيبك بقى ان الصورة تسرقت والاخوان سرقوها الى اخر كل الكلام لكن الناس كانت ضجرت بالحياة فمن الوعي وعلشان نغزي الوعي اللي الرئيس السيسي طالب بالنهاردة على الحكومة انها تفيد الرأي العام ببيان واناشد السيد رئيس الجمهورية تكليف السيد رئيس الوزراء واللجنة الموقرة دي اطلعوا وشرحوا للناس الناس متصورة انه لما احنا نزلنا في 2011 وعجلة الانتاقة توقفت اللي حصل حجم هذه الخسارة كذا عايز ايضا في 2013 لما حصل تصورة يونيو حصل خراب بنزول الاخوان والارهاب اللي حصل الكبير عايزين نعرف برضو حجم خسائرنا في هذه الفترة قد الشعب عليه ان يعي وان يعرف علشان ساعتها لما ياخد قرار الانتصار للدولة وللانتاج يبقى عن يقين يبقى عن يقين داخلي يبقى نحن امام اول مسؤول مصري رفيع المستوى يحدد في تصريح مباشر امام الشعب ان حجم خسائر مصر الخسائر مباشرة جراء انهيار الحياة بشكل تام في مصر 2011 كان 400 مليار دولار